اشتركوا في القناة جاء في التأويل عن ابن سيرين أن الكساء القديم أو البالي يدل على متاعب الملابس المستعملة مقروها أيضا في المنام لأنها تعبر عن الفاقة والعوز الملابس القديمة سيئة في التأويل إذا كانت بالية أو مرقعة أو تنبعث منها رائحة كريهة تفسير رؤية الملابس القديمة في المنام للعزباء إذا رأت العزباء في منامها كأنها تلبس سياب قديمة فذلك يدل على مصاعب أو متاعب تواجهها زمن الرؤية ومثل تلك المتاعب قد تكون نفسية وعاطفية أو ربما هي متاعب مادية أيضا الملابس القديمة في منام العزباء مقروها للغاية إذا كانت مكومة أو مكدسة في مكانا معين فقد تدل الرؤية على غم شديد قد يحدث في المكان الذي رأت العزباه فيه كومة الملابس القديمة يقرى في التأويل أن ترى العزباء قريبة لها تهديها ملابسها القديمة مثل هذه الأحلام قد تدل على فراق أو حزن أسا كما قره النبولسي رؤية العزباء في منامها كأن امرأة ميتة تلبسها سيابها القديمة مثل هذه الرؤية قد تنظر بوضع سيء أو أليم قد تتعرض له الرأية يقرى أيضا أن ترى العزباء في منامها كأنها تشتري ملابس قديمة أو مستعملة ذلك أن شراء الصوبة المستعمل في المنام يدل على الفاقة وكلة الحيلة وأحيانا يدل شراء الفستان المستعمل على الزواج من رجل أرمل أو مطلق فإن كان الصوبة ممزقا أو باليا دلت الرؤية على خصاله سيئة في ذلك الرجل الذي جاء لخطبتها وقد قره ابن سيرين الملابس والخرق البالية والسيابة المرقعة وقال هي هم ونكد ومتاعب تفسير رؤية الملابس القديمة في المنام للرجل إذا رأى الرجل في منام ملابسه القديمة مكدسة أو مكومة في مكان ما فذلك تأويل متاعب قد تلاحقه وربما دلت الرؤية على وضع نفسه متأزم وربما دلت الملابس القديمة على تفاقم الديون أو الأزمات المادية فإذا رأى الرجل كأنه يتخلص من تلك الملابس البالية أو يتبرع بها فأنه بإذن الله تعالى يفرغ من الهم والغم والأحزان تفسير رؤية الملابس القديمة في المنام للمطلقة إذا كانت المطلقة تعيش حالة من الحزن أو الكآبة فأنها قد ترى في منامها سيابا قديمة أو ممزقة كلما قصرت السياب القديمة البالية في الرؤية إلا ودلت على شدة الهموم فلا يحمد في التأويل ارتدائها فإذا رأت المطلقة في المنام كأنها تمزق تلك السياب أو تلقى بها في القمامة فأنها بفضل من الله تعالى تتخلص من ألمها وأحزنها وتقبل على مرحلة جديدة من الحياة ملو أهل بشائر والأمل تفسير رؤية الملابس القديمة في المنام للمتزوجة الملابس القديمة في منام المتزوجة تدل على الضعف والوهن فمن رأت من المتزوجات كأنها تلبس شيئا قديما فذلك تأويل عوزة أو حاجة أو قلة حيلة لا يحمد في التأويل أن ترى المتزوجة في منامها كأن زوجها يلبسها صوبا قديما باليا لأن مثل هذه الرؤية تعبر عن البؤسة والحزن إذا رأت المتزوجة في منامها سيابا كثيرة قديمة مكومة في حجرتها فذلك تأويل هموم أو متاعب خاصة إذا كانت تلك الملابس ممزقة أو مرقعة اشتركوا في القناة